لفتني أذن دكتور عتيد هذه العمامة هي على رأسك الآن هل هذه صعبة يعني يبدو أنها معقدة قليلا هذه العمامة رمز أفغاني طبعا أنا لو أذهب إلى القرية لا أستطيع أقابل الناس إلا بدون هذه العمامة إلا بها عيب كبير جدا لابد أن تكون موجودة لابد أن تكون على رأسي وكذلك الزي القميص صحيح نعم زي الأفغاني أنت لو تأتي عند البيت مثلا أخرج لك البيت أستقبلك أو أي إنسان يأتي كأي طارق يطرق الباب وأنا أخرج يجب أن يكون على رأسي هذا من العيب كبير جدا أخرج من البيت ولا يكون عندي عمامة وأنا كنت أربطها وأنا صغير يعني أتذكر كنت أنا وأخي أكبر مني كنا نربط هذه العمامة لأننا أبناء شيخ أبناء ليس شيخ القرية وإنما العالم يعني والدنا رحمه الله كان عالم كبير الله يخبر يقال لنا أخون زادة يعني أخون زادة ابن العالم والدنا رحمه الله كان يعني عالم دين رحمه الله فشاهد أدخلونا خالنا في إحدى المدارس دور الأيتام ونحن ذهبنا بالعمامات البيضاء أنا وأخي ففي باكستان فعندما ذهبنا وبشرنا بالدراسة والتحقنا بالمدرسة فكانوا يقولون لنا أنتم أبناء البدو أبناء الأعرابي فتضايقنا كثيرا في هذه المدرسة وأخيرا مكثنا أسبوعين ثم هربنا من هذه المدرسة لأنهما كانوا يحترمون قيمنا هذه تعتبر قيمة قيمة كبيرة جدا والفرق بين العمامة البيضاء وهذه طالب العلم بشكل عام هو يربط عمامة بيضاء طالب العلم أو سوداء بدون هذه الخطوط وهذه الخطوط هي عبارة عن شيء شعبي رمز طبعا لا يتقدم إمام للصلاة إلا وعلى رأسه العمامة إطلاقا لا تجد شخص إمام في المسجد لا تكون عمامة زي بعض المساجد موجودة في تركيا العمامة تكون موجودة في المحراب ويدعونها لا 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 إذا لحظ شخص أنه لا يربط عمامة في الخارج وفقط لأجل الصلاة لا يصلون خلفه لابد أن يطلع من البيت متجددين جدا يأتي من البيت ويكون هذا العمامة موجود عنده وهو معروف يعني كل لون وكل خط وهكذا هذه رموز يعني ليست هكذا بعض الناس يختارون يختارون لكن بشكل عام طلاب العلم يختارون العمامة البيضاء أو سوداء بدون خطوط طبعا هذه العمام أيضا ربطها صعب ليس بالسهل يعني الذي ما يعرف يكون غير متعود لا يستطيع أن يربطه لأن هذه تسقط يأتي من هنا ومن هنا ولا تثبت بهذه طريقة طبعا هذه أيضا الخطعة اسمها شملة هذه يقولون هذه عز الأفغان يعني عندما تكون هذه واقفة هذا رمز رمز العز يعني بعض الناس يتركون هذه الشملة عز العلماء أم عز الشعب عز الشعب عز الشعب يعني هذا الشعب علماء لا يتركون يعني العلماء بشكل عام لا يتركون هذا الشيء لا يتركون هذه الشملة لا يتركون طبعا بعد أهل التبليغ أهل الدعوة يذهبون يتركون هذه الشملة شوي طويلة هكذا عن الخلف حتى تأتي هنا أحيانا أيضا إلى هنا يكون هذه الشملة الأخرى فيعرف أن هؤلاء من جماعة التبليغ دعوة التبليغ نام ولكن شمل هكذا ولقوف هذا رمز شعبي رمز شعبي أفغاني وله يعني قيمة عالية حتى في في شعر البشتو وأيضا في النثر يذكرون مثل هذا الشي يقول يا بطل ألبس عمامتك واترك شملتك العليا فأنت رمزنا وأنت يعني بك نفتخر وشيء من هذا الخبيل يعني في شعر بالبشتو بالبشت هذا ترجمته يعني ترجمته للغة العربية نام اشتركوا في القناة